في نقطة مهمة جدا.. يا جوهري.. بيب جورديولا المدرب اللي تقدر تشوف الرسمة بتاعته في الملعب بمعنى ايه؟ ان هو برسم حاجة على البورد مثلا هو بيشرح للعيبة اللي بتشوفه في الملعب هو الرسمة الجنب بتاع رياض محرز اللي هو التالت لا دي مرسومة رسم ده شجرة تاكتك جملة واضحة جدا يعني مفيش اللي هو تطبقه يا جماعة بالطريقة ده تنزل تطبق بالطريقة ده من اول الكورنر بروين واقف هو فودن انت مش عارف مين اللي هيلعب فمش عارف الاوفر معمول كده ولا هيتعمل كده؟ داخل بالسندوق ولا بره السندوق دايب ادي اول حاجة انت هو كتواضحة جدا في الاعادة طبعا انت في اول اللعبة انت زاك زي لعيبة منتشستر انت مش مدرك ان هتوصل كده فراحوا على النير بوست على العرضة القريبة كل اللعيبة منتشستر سيتي واحد بس هم اتنين اتأخروا محرز برا على على القوسة التمنتاشر ناحية اليمين شوية ورودري واقف عمل بلوك للي هيقابل محرز فانت تفصيلة تفصيلة ده مدرب اللي شغال ده هي كرة اصلا ايه؟ انت تفاصيل صغيرة هي اللي بتحسن لك امور بتحسن لك مطشرة كبيرة تحسن لك بطولات تفصيلة صغيرة زي دي قدر ان هو خلص الماتش خالص ما انت مدخلتش منشستر جوا الجيم والهدف التالت تاني جورديولا انت قلت جملة حلوة قبل بغض النظر بقى عن الجول رسمة يعني انا مش لازم تبقى انت محلل عبقاري عشان تقرأ انا قاعد انا قاعد شايف هو فيه حصل واحد واثنين فالنتيجة ان النتيجة النهاردة اربعة واحد يعني الراجل بيدي لك شوية حاجات انت قاعد بتتفرج عليها الموضوع مش مساهل انا قاعد لك بنCal اشتركوا في القناة